ميدي شو صحية لحقيقة مؤسفة جداً بعد اللي صار في المقر الرسمي صحتك لباس يا علي الحمد لله إن شاء الله رمضان مبروك على الناس وكله إن شاء الله عيد فطر مبروك على كل مستمع على كل التوانسة صفة عامة صحتي لباس قاعد نتعافى بشوية بشوية والحمد لله شنو بسؤوليتكم في اللي صار في البلاد اليوم سعلي العراي مرينا للموضوع الجديد هذا حالياً اللي صار تو مسؤول عليه بدرجة أساسية رئيس قيس السعيد ولكن لكل الأطراف السياسية والاجتماعية حتى المواطن إلى حد ما عنده قدر من المسؤولية المتراكمة خلال السنوات السابق بورتو أعطاكم الثقة لكم أنتم بالملايين دون كل يوم بشدروا عليه هو المواطن هو في وقت من الأوقات أعطاكم الثقة بالملايين على كل حال المواطن ما يلزمش يكون سلبي يلزم يقيم الناس ويغير رأيه ويحتج ويعرف وين يعطي صوت وإلى آخره لكن كيف تتحدث على المسؤوليات بصفة عامة نجم ونذكر بدرجة أساسية الأطراف السياسية والاجتماعية وطبعا مؤسسات الدولة والتي كنت أنا راح على أنت دات سنوات والمجال عايدو ذلك مجال حريات والديمقراطية مجال الاقتصادي مجال اجتماعي كل واحد عنده مسؤوليته أكثر في مجال معناها من المجال الآخر صحيح كنا في أوقات في مسؤولية ومسعدين بطبيعة الحال للتقييم رغم أنه ظروف ما كانتش مساعدة على تقييمات موضوعية وما زالت معناها ما تسعدش على تقييم موضوعي لأنه النسق العام هو نسق متع تشويه وغمط للحقيقة وأحيانا تشويه للتاريخ وتزوير لي حيث ما مثلا ماش معناها بلا يتحط كل عام مش تحقق في البلاد معناها من ثورة التو في الاقتصادي في الاجتماعي في السياسي والعقبات اللي صارت شكونا مسؤولة عليها شنية مسؤولية الحاكمين اللي كانوا في السلطة شنية مسؤولية الأطراف السياسية والاجتماعية ما يقعش هذا حيث التونسي بصفة عامة معناها أهراضخة وقعت تحت ضخ قوي ياسر ما فيش ما فيش ارتقاب الوعي في بليتو جانب شعبوي وفي حتى مغالطات أحيانا كمالت سعلي مرحبا لحقيقة يقلقني شوية كمواطن كناخب كصحفي أنك يسألك سؤال أول أول ردة فعل هي أنك تحيل للغير سعلي معناها غريب أطوار هذه الإجابة السياسية اللي فيها إنكار غريب سعلي اليوم كنت كنت أحكي على مثلا على السلوكيات اللي هي السلوكيات اللي موجودة في المجتمع من من إشاعات ومن تشويه ومن ومن كنتوا لنيني اللي عملتوه سعلي كنتوا لنيني اللي عملتوه إذا كان غير قادرين أنتوما اليوم كقوة سياسية من العائلات السياسية الأساسية تاريخيا في تونس أنه تعملوا مراكمة أنه تعملوا أنتوما نقدكم الذاتي الحقيقة فم مشكل كبيرة ذاتي وعمرنا معنكرنا مسؤوليتنا سعلي بالتالي ما ناش نجاوب ونقول نحن ما ناش مسؤولين مارين أتمنوا حتى شيء سعلي وقت اللي رئيس حزبكم اللي هو الآن الرئيس حزبكم سعلي اللي هو اليوم كان تسمح ظاهر أنه من المسؤولين الأساسيين على صفقات سياسية على إدارة فترة عشر سنين من زمان أه لماذا السيد هذا لا ينسى حبي المقدس هو مثلا هذا مهم حكية المراجعات كله مهم لكن اللي قاعد يقع مش هو تقييم موضوع اللي قاعد يقع هو هجومات كبيرة على النهضة وتشويه للحقيقة هذا ما تنكروش أنت زادة النهضة ما أنكرتش مسؤوليتها على قدر ما حكمت وعلى على قدر إسهامها هاني نقولوله قدامك وقالتو ديما لكن اللي النهضة اللي النهضة تحتاج عليه أو تقول لهم وهوش معقول هو أنه عشر سنين كلهم خراب اثنين عشر سنين مسؤولة عليهم النظمة فقط هذا مش صحيح هذا مش صحيح أنتو ما تقييم الموضوعين كان كنتو أنتو ما قادرين صدر بيسير أنتو كجزء من القطاع الإعلامي ما تعرف كل واحد قداش حكم علاش ما تقولش هنا مسؤولية الرئيس الفلاني هنا مسؤولية البرلمان كنتو ما عطيتونا أنتو ما تقييم الموضوعين تاعكم على خاطر لا قدمنا ما حمنا نتفاعل واحنا سعلي أنتو ما تقييمكم الموضوعي لإدارة الشأن العام وإلا لإدارة الحزب عمركم ما قمت به أحنا قدمنا تقييمات في الإعلام كما هالجلسة هذه وغيرها ووضحنا اللي لبلاد حكمتها أطراف كثيرة مرة في حكومات معناها ائتلافية ومرة في غيرها دونك تعاوم السامكة سعلي دونك تعاوم السامكة أنا نسأل على مسؤوليتكم انتو ما مانيش نسأل على الأخرين نسأل عن نهضة أنا توا سعلي أمامي نائب رئيس حركة النهضة وقيادي تاريخي فيها وين غلطوا شوف سيلياس كان الحصة هذه مخصصة للتاريخ ولمحاكمة النهضة رني مجيتش لها سعلي فم علاقة عضوية لا نكلمك بالوضوح من غير معناه لأنه الموضوع انتشاد عشر سنين ومهم الأوضاع متع البلاد اللي توا ونقلك بالوضوع شفت الأرياحية شنو هو أوضاع البلاد اليوم تفضل أنت وصفها أنت وصفها أنت كنت تتوصف فيها ديجا أوضاع البلاد اليوم قاعدة تتأخر على المستوى الحريات والديمقراطية ماشين لاستبداد استبداد فردي مش حتى متع مؤسسات فهمتني لا وعلى المستوى الاقتصادي الاجتماعي بحيث في جميع المجالات الاستثمار نقص الحريات نقصت الفساد زاد الفلوس اللي قال باش نجيبها متاع الخارج اللي هربوها للخارج وعمل لها لجنة مارينة منها شي مقاومة احتكار ما تمش بصفة عامة احنا مش فقط في أزمة عميقة احنا في انسداد وفوق الآن نحن في تونس اليوم تم أفوق مسدود وينبغي أن نجهد له حلا واي محاولات قادة جارية من أطراف كثيرة من أجل أن تجد حل يخرج البلاد من هذا الانسداد اللي يصل سعلي باش تشوف كيفاش الأمور مرتبطة عضويا ببعضها فما يكون يقول الوضع هذا اللي مأزوم اليوم هو مسؤوليتكم وأنه من دون محاسبة ومراجعة لكل العشرية الأخيرة بتفاوت في المسؤوليات موضوعي بتفاوت في المسؤوليات موضوع أي كلمة بتفاوت في المسؤوليات روما فماش اليوم حل الأزمة الحالية سهلا 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 يجمع الناس يجمع جهة باش تعمل تقييم وتعمل محاسبة أما جهة موضوعية ما يجيش طرف واحد يقول أنا ما عندي حتى مسؤولية والمسؤولية هي في فلان وهيلا في الطرف الفلاني ممتاز موضوعي هذا يكون موضوعي أجمع له الناس أجمع له الناس وخلي تقيم وقلوا وين وين رفقنا في السياسة انتوما سعلي كان جيتوا في السلطة وفهمش كوني تقول عليكم انقلابيين تجمعوا معاهم وتقعدوا معاهم ما سمحني اليوم شو تنصفكم للي موجود في كارتاج احنا مرش انقلابيين شو تنصفكم للي موجود في كارتاج انتقعد انقلاب راهو حاجة نوعية بالتالي الانقلاب من توجهله كان بالتصدي والمقاومة والسعي لإفشال هذا الانقلاب هذا اللي قاعد يتقال انتوما جزء من مواطنون ضد الانقلاب في الليافة الاساسية انتوما صنفتوا صنفتوا رئيس الجمهورية على انه منقلاب اش مازال من حديث ممكر انتوما ادخلوا عليهم منقلاب وهو يقول عليكم خاوان ايش عمل شوف احنا وصفنا هذا بانقلاب وكل يوم تقتنع الناس باللي هو انقلاب واعطينا معناها مش وحدنا مع غيرنا اعطينا معالم كيف يمكن ان نخرج من هذا الانسيدان تعال افق كيفاش قلنا الناس كل جي تجلس مع بعضها وانقيموها العشريات العشرية والعطي اكثر من العشرية متى مش اشكال ولكن نركزوا على كيفاش نخرجوا ببلادنا من هالوضعي نقعدوا مع بعضنا معتش منقلب هون ما فهمتش لحظة هذه احنا قلنا الرئيس قام بانقلاب وقلنا قاعد يتوغل في الاستبداد لكن كما نهج سياسي لاخراج لخروجنا من هذا المأزق ما زلنا طرحين مشاركة الناس الكل حتى اللي هما يقولوا ما هوش انقلاب وهذا منهج سياسي بعيده ثم فرق ما بين التوصيف الحقيق وما بين المنهج السياسي اللي انتهى تطعباش تعالج الموضوع كان هذا ما جابش هاو الناس قاعدة تناظر كل واحد بمقاربتو ان شاء الله خسارة سعلي عفوا خسارة خسارة كبيرة ياسر فيش تعرف انت فش انت تعرف فيش سعلي انت تعرف تعرف سعلي انت تعرف افنيت عمرك في انك تقاوم بن علي ولا لا يعني في مقاومة الاستبداد بصيفة عامة مش في شخصه اليوم اي مش في شخصه بتبعث الحال مقاومة الاستبداد عليش يقول قايل في 2011 ساعتوكم الثقة وعتوكم الثقة بالملايين المشكلوين هو أنه قوضتوا حلم شعب أنه كنتوا غير قادرين كنتوا غير قادرين سعلي أنه تكونوا التعبير للحرية والتعبير للمؤسسات هذا رأيك سيلياس وتقييمك كنا أكثر فترة احترمت فيها الحريات والديمقراطية ومرة أخرى ومرة أخرى لأنه ما نشوعدنا لكننا نظلع في المسؤولية ومرة أخرى معناها راجع مرة أخرى أنه نتحدث على اليوم كان تقييم قول لي راني لنديك للقاء باش نعمل في عشر سنين لا أنت قاعد دراجع على عشر سنين وبوروح هي مقاملة صحفية لا لا سعلي مش أنت تختار سيادتك هات نقول التام موقع هي انترفيو مش أنت تعطي تقول لي راني باش نحكو عليك أنا صحفي سعلي أنا صحفي سعلي أنا صحفي وسيادتك سياسي قولي نرفض أنا نسأل كما نحب وانت جاوك كما تحب سعلي فما حتى أدنى مشكلة أنا قاعد نسأل فيك على المسؤولية السياسية وقاعد نقولك لوضعية اليوم العديد يعتبر أنها مرتبتة بقاراتكم السياسية أنا قلت لك المسؤوليات السابقة متوزعة على أطراف كثيرة وإحنا مسؤولين بقدر محكمنا وبقدر مشاركنا ولكن المسؤولية اليوم عندنا تسعة شهور المسؤولة عليها بدرجة أساسية هو رئيس الدولة اللي يسد كل الأبواب وحل كل المؤسسات وفكك مؤسسات الدولة وعطي خطابات معناها متاع تقسيم وما زال يمارس في التحريض وبالتالي المستقبل مسدود مع هذه المقاربة اللي قاعد يتبع فيها رئيس الجمهورية هل نستطيع كأطراف سياسية واجتماعية باش نلقوا مخرش هذا محل 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 اجديثنا تو لا مش محل مش نقصد هذا محل اجدياد أطراف كثيرة أحنا طرحين مقاربات ضمن جبهة الخلاص الوطني قاعدين نبحثوا على حوار على حكومة أنقاض على غيره ممتاز جس باش نفهم سعلي دونك احنا وقت اللي نحبه مثلا نحلو مبعضنا عشر سنين من الأداء بمسؤوليات متفاوتة يلزم كيفاش نعمله يلزم نبعثه قبل الرسالة نقوله راو لحديث باش يكون كان على العشرية اللي فاتت لا أما تقول رانا باش نتطرقه إلى تقييم العشرية باش كون نقول للي باش اللي يجاي وتقول عليش نقوله لحظة هو في قلب الحدث أحسن نسبة نمو تحقت في عادة أحسن نسبة مديونية تحقت في عادة أحسن نسبة تشغيل في عادة أحسن نسبة استثمار في عادة الحريات كانت أفضل من الآن احترمنا مؤسسات الدولة إلى آخر عندنا إخفاقات أحنا كنا شراكات لذا عزاب في القيادة لكن أيضا حتى المعارضة كان عندها تأثير حتى لي عشرة قيخ باش النجم ترتاح مع فكرة البيلاء وتحكي عليه لكن هو اللي تقول فيه مش صحيح 100% انتو شنو النمو اللي عملتو عملتو نمو بـ 2% بعد ما دخلتو بخزينة اللي هي معبية من عند ابن علي لا 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 شوفهم تقول شنو اللي عملتو لا لا مشك على كل حال هاي السنوات خلقتوا لـ 400000 معنا نجم ربما نستكلمت على 400000 وظيفة في وقت من الأوقات شعلي اللي يحب يقارن أداء هالأحزاب هذية اللي كانت في السلطة يأخذها معندنا من 2011 لـ 2022 كل عام كل عام يشوف قداش نسبة نمو الأفضلية وما نش نتبجحو بها هما هذي حقايا قالش تنكر فيها الأفضلية كانت للفترة عطت شعطاتسي علي عطت أنه بالنسبة للمواطن تونسي في كل الحالات لم تقترن الديمقراطية بالرفاه أما أنت ما تنجمش تقول اللي في هالعشر سنين أحسن نسبة نمو وأحسن نسبة استثمار وأحسن نسبة تشغيل وأحسن نسبة مديونية هي كانت في خلال سنت سنتين 12 و13 ما لعنش خرجوا الناس في 25 جولية رغم أنه الأرقام قد نرغب ليش عارف ليش لأنه ما تحبش أنت تعمل أناليتيك عندك حاجة اسم النهضة فهذا هو هذا هو النهضة ربحة الانتخابات ربحة الانتخابات تحدش وربحة في 14 إلى جانب نيدة تونس وفي 19 تراجعة برشا نخبين متاعكم هما اللي عقبوكم راو مش أحنا راو نخبين متاعكم نعقبوكم مش أنا راو هاو باش ينحيها الانتخابات وباش يزورها الانتخابات وينحيها الهيئات ويولي الرأي العام ما عادش عنده دور لأنه الهيئات تنحد هاو تنحد جملة واحدة ويتوالي نرجعه لـ 99% يمكن هذا يساعد برشا ناس خلاص يباركوا نفس علي الليوم مش مش تتنحك هاو يبدو أنه يتجه رئيس الجمهورية إلى قانون انتخابي تقريبا يمنع الأحزاب من أنها تكون ممثلة في الانتخابات موقتلك ثم ثم اتجاهات ومنها النهضة تؤمن بالديمقراطية في داخل الديمقراطية النجم نتناقش أنا وياك كيفاش تكون الهيئة كيفاش كذا يعني تفاصيل الداخل وثم اللي ما يمنش بالديمقراطية أرغم أنه يحاول يعمل موسوح أنه أول حاجة يحاول يقضي على الأعزاب وبعده تجي المنظمات وفي الثنية بطبيعة العال قطاع الأعلام هذاك لأنه هو الصوت اللي يلزم يكون فيه تعدد قطو يضربه بطبيعة العال بطريقة أخرى هذا اللي ماشي ينلو مع الأسف هو المشكلة وينسي المشكلة كبير جدا كما عبد يشري فورفية تليفونيك مثلا ويمشي وتأكلك الفورفية ذاك خاطر مع رشكة فاش يتصرف فيه حسل تخلتوا برصيد كبير ياسر الرصيد هذا فيه ثقة فيه اعتراف أنه الحزب هذا على امتداد السنوات كان حزب مناظل بالرغم أنه هز السلاح في وقت من الأوقات لكن التوينسا قالوا طاح الكف على ظله أحنا الناس الكل مبعضنا نمشيوا إلى خيارات جديدة انتوما اللي فشلتوا في أنه الخيارات هذية تصبح الآن بعد عشرية من زمان ديمقراطية مترسخة وغيره شكون جيبوا وفاق دي ما عندك سبب المشكلة دي ما داد طيب ما تقول على النهض هايك النهضة قاعدة تقول لها منرجعوا للشعب ونعملوا انتخابات ما عندك مثيقة في كانوا النهضة معادة الشعبية وما عندهاش تكونوا معاها وعقبها شعب وكذا هلاش هلاش قد مهية نادي تقول نمشوا للانتخابات التشريعية والرئاسية هلاش خايفين دي ما هوا الشعب معاكم دي رجعوا للشعب على خطر ما بدلتو شروحكم بما دام بنفس المقترح بما دام بنفس المقترح ونفس الأجوه لأنه الحكم اللي كنت تقول فيه موش صحيح برش الحكم الصحيح وقتش تعرف وقت اللي تعمل انتخابات تعمل انتخاباتها تقول الشعب عاقب كذا الشعب نقص للحزب الفلاني الشعب طلع زيدي زيدي هذاك صحيح أما كل ما زاد عن ذلك هو ساعات معناها هي فكرة يورد ترسيخها مش ورد ترسيخها هي مش هي الصحيحة الفكرة وين سعلي لماذا لماذا يخشى الانتخابات مونا نطالبون عنا ونقولوا نمشوا للانتخابات هلاش يخافوا من الانتخابات هاي جاي الانتخابات والدستور يقول إذا حلينا البرلمان نمشوا للانتخابات واللي إذا اختلفنا نمشوا للانتخابات أي الألو الانتخابات بعد ما يكسر الدنيا الكل نمشوا للانتخابات الانتخابات اليوم هني قتلك فيها مشكلة لو كان عين النواب لو كان عينهم بمرسوم خير من هالأشياء مدام هو اللي هي ينحيها والقانون الانتخابي يبدلوا والقوضات يعمل لهم طريقة باش يبدوا فرض عليهم لو كان اختصر المصاريف والأجال ومشي عين ميتين والأعداد اللي يساعدوا هو يعمل العداد اللي يساعدوا مرسوم ويعينهم مجلس نواب ويخدم بهم يمكن يرد تحت وانسا من برشا مصاريف ومن برشا حديث على الأقل تبدأ استبداد مكشوف عيني عينيك فكرة الرصيد اللي أنا جبتت عليها حتى كنت هز الانتخابات إذا كان مش نمشوا الأرقام 2019 نعرفه وش تعطي وإذا كان نمشوا الأرقام الجديدة نعرفه مشكلة وين هو يمكن اليوم خسرت النهضة حاجة عضوية هي علاقتها العاطفية مع المجتمع التونسي والناخب مش ترجعوا لحجمكم الأصلي كعائلة من العائلات السياسية التونسية اليوم النهضة اليوم النهضة ويمكن هذيك أكبر من أكبر نجاحات الديمقراطية في تونس ما المشكلة إذا كان حزب وإلا شخصية وإلا غيره يطلع وبعد يهبط ويراجع روحه وبعد يطلع ما هذه المتقدات كما تفضلت الديمقراطية هذي هو هذي هو عاية هو إحنا عمرنا ما قلنا بش نكونوا ديمة الولانيين ولا يلزم نكونوا بالعكس هو إذا ما تفعلتش أنت مع الرأي العام ما تعملش مراجعت لكن مع الأسف التجربة الديمقراطية رغم أنها حتى الآن دامت عشر سنين أما ما زالت قصيرة ما زالت ما حولتناش إلى دولة ديمقراطية ما زال جزء لبس به معناها من مسؤولين وفي رئاسة الجمهورية وفي غيرها يعتبروا الشعب هذا ما تصلحش به الديمقراطية ويصلح به كان الحكم المستبد اللي عمره ما يكون عادل هو قاعد يقول أنه مشي العمق عمق الديمقراطية أعمق أعمق الديمقراطية هو أنه تمثيل شعبي ومشترى من هذا تمثيل الشعبي يكون للمواطن كفرد والتمثيل الشعبي هذا للمواطن كفرد ما غير تنظم حزبي أنا قاعدين نشوفه فيه وين ماشي بالمرصيم فهمتنوا لا وهي باش تسبب كارثة كبيرة للبلاد حتى المرصيم تلقى فيها يذكر الدستور ويمر مباشرة ما يذكرش القوانين الأخرى اللي عملتها البلاد معناها عندها ترقد داشن عشرية وهي تعمل في القوانين بالتالي القدام شوية أكيد باش ترجع الديمقراطية لشعب الكريم باش نقعد نعالجه في الكوارث اللي باش تسببها هذه المرصيم المفروضة من شخص وإذا كان خاصة طولنا ولازمنا صمت وإذا ما تحرق ما تجاوزش تجاوزتش بعض الأطراف معناها قدر من من تمركز على الذات وإلى المصالح الضيقة إذا ما هبطتش باش تدافع الديمقراطية بقطع نظر عليش كون يكون فين باش تهبت تهبت في مواقف تهبت في مواقفها وتهبت في الحوار وتهبت في التظاهرات السياسية وتهبت حتى للشارع في المظاهرات والإحتجاجات من أجل حماية الديمقراطية وعنده 67% نسبة رضا وعنده 80% نسبة إعادة التصويت يلعب واحد سيد الرئيس هذا من يقول لك هذه الأرقام شبه باش تولي صحيحها ونقولوله أرجع للشعب ما هو عندك 80% 67% تقول نرجع للشعب شبهك ما رجعت الشعب شبهك خايف ما ذهب للشعب شبهك تحب تبدل هيئة الانتخابات شبهك تبدل في قوانين في نظام العدالة وقلتم تقويضها وكانت تحت الانفريونس متاعكم هذا كلام يعني يستطيع واحد أن يبرر بأي شيء لكن هذه أشرفت على كم انتخابات شاهدت داخل والخارج بأنها شفافية فيها أخطاء تتصلح وهكذا دواليك أما اللي قاعد يقع الآن هو تجميع الصلط بما في ذلك القضائية في يد وحدها وبالتالي ما عادش نأمله في انتخابات معنى رئاسية ولا تشريعية شفافة ومنافسة حقيقية وديمقراطية إلى آخره وجاري الدور على كل حال على مختلف القطاعات هكذا اللي قاعد نشوفي هنا بحي سأعني شوي أخر يمكن أنتي مطمئن على القطاع لن نعرف شوي أخر نرجع للكلام على المستقبل جسما رغم أنه كان عندك رفض تقريبا هات نقول مبدأ إلى الأحديث على الماضي أتى نحكيه شوي مستقبل شوي أخر حكيت جاريتك شوي أحكيتك أما أنا كان عندي رفض فعلا لأنه تعوجاتني باش نحكو لكن جاريتك شوي باش ما نفشلش الحصة صيناء تقول كنت على رأس الحكومة أعملت خيارات سعلي رو نجموا الخيارات نبدأوا نجبدوهم بالواحد بالواحد الخيارات المشكلة الحريات اللي كنت سيادتك تحكي عليها اليوم نجم قولك جزء كبير من تونسا يعتبروكم مسؤولين على تقويض جزء من الحريات اليوم جزء كبير من تونسا يقولك أنتو ما ضربتوا المواطن التونسي عامين بعد الثورة سعلي وقت اللي كنتوا خذيتوا من عنده خذيتوا من عنده السلطة بالصندوق وقمتوا ضربتوا تونسا على الحريات والهز اللي كانت تصور نوري هملك تحشم في علاقة بالثورة التونسية بعد 2011 ونعطيك أنا شهادات ونعطيك أنا شهادات من الداخل والقارج اللي الحريات كانت محترمة أكثر من أي وقت بعدها في فترة ما كان عندكم حتى خيار ما كان عندكم حتى خيار على حتى الضغط الضغط كان جاي من كل الأطراف طيب حتى يكون الضغط هو اللي محققها هذا كجزم الديمقراطية دونك أنا بش نشوفه الضغط الجي شنون يفشيعته هتنشوفه شفية الضغط الجي يلزم شوية مصدقية زدف نقوله فيه الكل سعلي يلا خلينا نمشي لشأن الاقتصاد يعيلا على غاية من الأهمية سؤال في الاقتصاد موعد أسبوعي كنها الخميس في ترشرة كمع المعهد العربي الروسي الموسيط والسايب توقع بحضينا سعلي نوصله شوي يلا توقع بحضينا توقع بحضينا توقع بحضينا